نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفنت كات مشاهدين اهلا بكم ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد اليوم الاثنين حفل افتتاح الدورة الرابعة عشر لمعرض الفرس للجديدة التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس تحت شعار الفرس والتنمية المستدامة وبهذه المناسبة قام صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد بجولة عبر مختلف فضاءات وقرى المعرض حيث زار سموه قرية الدعمين وأروقة المؤسسات وقرية المربيين ودار الصنع والقرية الدولية وقرية التجارة وقرية الفن والثقافة وأروقة الجهات بعد ذلك تابع صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالحلبة الرئيسية للعروض الفنية عروضا في فن الفروسية عقب ذلك توجه صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد لفضاء التبوردة حيث تابع صموه عروضا في فن التبوردة قدمتها ثمانية عشر من السربات التي تمثل مختلف جهات المبلكة صلت الأمينو العام للأممية المتحدة أنتونيو غوتيريش الضوء في تقريره الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية صلت الضوء على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي فقد أشار غوتيريش في تقريره إلى الخطاب الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء جلالته عرش أصلافه المناعمين موضحا أن جلالة الملك عبر عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر في تقريره أورد الأمين العام الجزائر عشرون مرة مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الأقليمي في التقرير أيضا أبرز غوتيريش التزام المغرب المستمر بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات العسكرية وهكذا شارى سيد غوتيريش لأنه يسجل نية المغرب المعلنة مواصلة احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وكذا الإبقاء على تعاونه الوثيق مع المينورسو على جميع المستويات برباط أجرى رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي اليوم مباحثات مع رئيس المجلس الوطني لانتقال بجمهورية غينيا دانسا كوروما والوفد المرافق له تفاصيل هذه المباحثات في تقرير ردوان مستقيم رئيس مجلس النواب رشيد طالبي العالمي أجرى بمقر المجلس مباحثات مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي بجمهورية غينيا دانسا كوروما والوفد المرافق له همت دور المؤسستين التشريعيتين في تعزيز الحوار والتواصل الفعال والتنسيق البرلماني التنائي والمتعدد الانفتاح على التجارب المختلفة وتبادل الخبرات واستعراض العلاقات البرلمانية على المستويين التنائي ومتعدد الأطراف وسبو لتطويرها وتعزيزها هو غايتنا من هذا اللقاء نعلم جميعا أن البرلمان الغيني برلمان انتقالي لذلك نحن بحاجة إلى نصائف ودعم البرلمان المغربي ونحن على يقين من أن المملكة المغربية ستقدم لنا يد العون لبلوغ هذه الرؤية السيد كوروما الذي يوجد في زيارة عمل للمغرب تميزت بمشاركته في المنتدى البرلماني العالمي الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الذي انعقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش تقدم بهذه المناسبة بالتعازي للمملكة المغربية إثر الزلزال الثامن من شتنبر الماضي معاربا عن تضامن بلاده وتقديرها للجهود التي بذلها المغرب لتخطي آثار الفاجعة والتقليل من العكاساتها أشهد رئيس مجموعة البنك الدولي جايبانكا بمراكش بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد التفاصيل مع شماء بك المغرب نجح في حسن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق النقد الدوليين بالمدينة الحمراء حيث حضي بإشادة جميع المشاركين في هذا الحدث الدولي الكبير إشادة عبر عنها رئيس مجموعة البنك الدولي جايبانكا خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين نسخة 2026 التي ستحتضنها بنكوغ بالطيلوند وقال السيد بانكا أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين وهذا ما حرست عليه طوال الأسبوع على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حضي به المشاركون في هذه الاجتماعات وأبرز السيد بانكا أن المغرب قام بعمل رائع بتنظيمه للاجتماعات في وقت صعب للغاية بعد زلزال الحوز من جهته هنأ وزير المالية الطيلوندي السيد كريسادا تشين فشارانا بهذه المناسبة المغرب على جهوده الاستثنائية من أجل إنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والصندوق النقد الدولي مؤكدا أن هذا الإنجاز سيظل راسخا في الذاكرة كمثال ساطع على روح العزيمة وبهذا تكون مراكش قد نجحت على مدى سبعة أيام في تنظيم واستقبال ضيوفها في أفضل الظروف بمراكش دائما نكد المنصق العام لتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين محمد الخرمودي أكد أنه ستتم إعادة استعمال العديد من المعدات واللوازم التي تم وضعها لتنظيم هذا الحدث الدولي في تهيئة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية الدعية إلى تقديم الدعم للمتضررين من الكارثة الطبيعية تقرير السكينة مسوية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي نظمت بمراكش أكد المنصق العام لتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين محمد الخرمودي أنه ستتم إعادة استعمال العديد من المعدات واللوازم التي تم وضعها لتنظيم هذا الحدث الدولي في تهيئة المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تقديم الدعم للمتضررين من الكارثة الطبيعية تعزيزاً للبدائل من أجل استهناف جميع التلاميذ بالأقاليم المتضررة من الزلزال لدراستهم سيتم إعادة استعمال واستغلال العديد من المعدات واللوازم التي تم وضعها لتنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمراكش في إطار تهيئة المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال في مناطق الحوز الاستجابة الفعالة والسريعة لسلطات المغربية في أعقاب الزلزال الذي وقع يوم الثامن شتنبر كانت محطة إشادة العديد من الفاعلين الاقتصاديين المشاركين في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين موضوع آخر أشرفت لجنة ملكية بإقليم أزلال على تسليم هبات ملكية لشرفاء الزاوية البصيرية وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثراء لنتابع تقرير سكينة مسوية بإقليم أزلال أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاوية البصيرية وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراء وتم ذلك خلال حفل ديني جرى في جو من الخشوع والسكينة مع تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبهذه المناسبة رفعت أكف الدراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة كما رفعت أكف الدراعة إلى الباري عز وجل بأن يتغمد بواسع رحمته وردوانه جلالتي المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثرهما دائما بمناسبة ذكرى الخامس والعشرين لوفاة جلالتي المغفور لها الحسن الثاني طيب الله ثره حيث أشرفت لجنة ملكية بطنطان على تسليم هبة ملكية لشرفائي الزاوية الفلالي التفاصيل في تقرير لردوان مستقيم في أجواء مطبوعة بالسكينة والخشوع أشرفت لجنة ملكية ثم بطنطان على تسليم هبة ملكية لشرفاء الزاوية الفلالية في أعقاب حفل ديني بمقر الزاوية تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثرى إنها الذكرى لا زالت عالقة بقلوبنا نظرا لما خلفته من ألم عميق وجرح كبير في قلوب رعاياه الأوفية ونحن إن شاء الله سنحيي هذه الذكرى المولوية بحضور العلماء والفقهاء والعمة المساجد وأفراد الزاوية ومريديها ومحبيها وبعض شرائح المجتمع بإقليم طنطان ورفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يخفض أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمدا السادس وأن يقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وبأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني وأن يسكنهما فسيح جلاته هذا وقيمت مجموعة من الحفلات الدنيا في إقليم السمارة حيث أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لعدد من الزوايا لنتابع باقي التفاصيل في تقرير هنا حاج هبات ملكية سلمت تحت إشرف لجنة ملكية لشرفائه مريض أربع زوايا بإقليم السمارة بمناسبة الذكرى الخامس والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراها هذه عادة محمودة تعطي وتؤكد علاقة الشعب بالعرش واهتمام صلاطين المغرب منذ القدم برموز المملكة وتم تسليم هذه الهبات الملكية لشيوخ زوايا سيد أحمد الركيبي وسيد أحمد العروسي وسيد أحمد الموسى والشيخ ماء العينين خلال حفلات دينية أقيمت بهذه الزوايا هي صلة يقوم بها صاحب جلال الملك محمد الثالث بروراً بآبائه وصلة بأهل العلم وأهل الفضل من الزوايا المتشرة في كافة ربوع المملكة وخلال هذه الحفلات الدينية عبر مقدمو حفدت شيوخ الزوايا عن تشبتهم بأهداب العرش العلوي المجيد وتجندهم الدائم وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد رياضياً كدى المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم النسوية الإسباني خورخي فيلدا رودريغيز بسلع أكد أن كرة القدم النسوية ينتظرها مستقبل مشرق وواعي لنتابع تقليل شماء بك المدرب الإسباني خورخي فيلدا رودريغيز مدرباً جديداً للمنتخب الوطني النسوي لكرة القدم هذا ما أعلنه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع خلال لقاء صحفي نظم بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة وتم تقديم القميس الرسمي للمدرب خورخي فيلدا رودريغيز لقيادة لبؤات الأطلس إلى أحسن المراكز كما عبر فيلدا من جانبه عن سعادته لقيادة الفريق النسوي خلفاً لرينالد بيدروس إنني فخور جداً بثقة التي وضعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في شخصي من أجل مباصرة العمل الذي قام به المدرب السابق وتقامه مع المنتخب النسوي منذ سنة 2021 لطالما أعجبت بموهبة وشغف اللاعبين المغاربة وطموحنا اليوم يظل واقعياً وواضحاً وهو تحقيق مزيد من التقدم بشكل أفضل من جهته أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجعة أن الإدارة التقنية السابقة للمنتخب الوطني النسوي قامت بعمل جيد تويج بتأهله إلى ثمن نهاية كأس العالم الأخير مشيراً أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضع كل بنياتها الرياضية في المغرب والتي ترقى إلى مستويات عالمية من أجل ضمان التداريب في أحسن الظروف وحصد المزيد من الانتصارات في موضوع آخر اطلق المجمع الشريف للفصفات والرابط الأفريقية لكرة السلة بخريبك برنامجاً واسع نطاق لتطوير كرة السلة لفائدة شباب المدينة لنتابع باقي التفاصيل في السياق التقرير التالي المجمع الشريف للفصفات الرائد عالمياً في صناعة الفصفات ومبي اي جونيور يطلقان برنامجاً تموحاً لتطوير كرة السلة لفائدة الشباب هذا الحدث المميز يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لنا لأننا أطلقنا هذا البرنامج سنة 2019 واليوم نعود لنعطيه نفساً جديداً ولعب الأطفال بشكل جماعي لكرة السلة يساهم في تلقين القيم النبيلة خلال الحدث سيشارك اللعبون والمدربون طلع تموسم رابطة نبي اي جونيور في ندوات حول السلوكات التي يجب اعتمادها في حياة كافة اللعبين وأيضاً تدريبهم على مهارات التمكين للشباب والقيادة والتواصل والصحة والرفاهية هذا البرنامج تعطي الانطلاق من أجل ممارسة كرة السلة وممارسة كرة السلة وممارسة أيضاً للمدارسة التعليمية المحلية وممارسة الانطلاق من أجل الممارسة رابطة نبي اي جونيور تضم 30 فريقاً للذكور و24 فريقاً للإنات يمثلون المدارسة التعليمية المحلية وتمتد المنافسة الإقصائية إلى غاية فبراير 2024 كما ستقام مباريات البطولة بمدينتي خريبقا وابنغرير في مارس 2024 أخبار ثقافة والفنون وتحديداً بمدينة فاسف تتحت برواق محمد القسم فعالية الدورة الخامسة من الملتق الوطني للفنون التشكيلي الذي تنظمه جمعية التشكيليين المتحدين بدعمل من المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل تقرير لرغدة قبولي برواق محمد القسم بثاسف تتحت فعالية الدورة الخامسة من الملتق الوطني للفنون التشكيلي وجر افتتاح هذه التظاهرة الثقافية بتنظيم معرض تشكيلي جمع مجموعة من اللوحات الفنية ل37 ثناناً تشكيلياً قادم من مختلف ربوع المملكة هذا المعرض هذا شكل واحد محطة واعتبرت أنه عرص تقافي للقام بين فناناً وفناناً تشكيلياً مختلف مدير المملكة المعرض التشكيلي يجمع بين الإبداع والفن ويتضمن 70 لوحة فنية تبرز الرؤية الفنية والجمالية للتشكيليين المشاركين وفلسفتهم الفريدة وتجاربهم الحياتية المشاركة ديالة تقريباً 34 ثناناً في المعرض غناء الرواق وتنحس بأنك تنوع الثامن هذا العام خدينا تشكيل وروحانية الألوان جاءوا فناناً من مختلف مدن المملكة جاءوا باش يشاركوا باش كل واحد بالتامة ديالو الحدث الفني يشكل مناسبة لاكتشاف إبداعات فنانين من مختلف المناطق والمدن المغربية ومحطة متميزة للتواصل مع الجمهور المحب للريشة والألوان مذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة نشكر لكم طيبة المتابعة في عملي الله